نحن نعتقد والأمور واضحة من أن إسرائيل إذا انتصرت في هذه الحرب النصف الغربي للعراق بالكامل سيتم اقتطاعة ورمية في أحضان إسرائيل الكبرى الهوك، البيل، الموصل، الأنبار، بغداد، بابل، كربلة، النجف يوم أمس خطيب جامع أبو حنيف النعمان و هذا الرجل خطيب سني مشي قال استعدوا لهذه الحرب للدفاع عن وطنكم بهذا الخطاب نحن ينبغي أن نذهب باتجاه حرب استباقية استعدادا لما هو قادم كان في عام 2006 في حرب تموز مخطط لشرق أوسط كبير أعلنت عن كونداليزا رايس مستشارة الأمن القوم الأمريكي ولولا هبت رجال الله، رجال حسن نصر الله في هذه الحرب وإفشال هذه المخططة لذهبنا باتجاه شرق أوسط كبير جزء كبير من العراق ما موجود رايح به الآن نحن أمام إسرائيل الكبرى وأطماح الواضحة طيب ماذا نفعل إحنا العراقيين في هذه الجبهة؟ ينبغي أن نتضامن ونتساند وأنه لن لا يكون هناك رأي ورأي آخر الدولة المرجعية الموقف السياسي العراقي هو أنه إحنا الآن في جبهة إسناد ولكن في أي لحظة قد ننزلغ إلى جبهة المواجهة؟ مثل ما إيران جبهة إسناد وانزلغت إلى جبهة المواجهة؟ لأن الكيان السهيوني مستهتر ومتفرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر